نظب المركز الثقافي الصيني ندوة حول مبادرة الحزام والطريق بعنوان التبادل الأدبي بين الصين والخارج في إطار مبادرة الحزام والطريق حضر في الندوة ناقد وكاتب النثر شي نينغ وهو أيضا رئيس تحرير مجلة أدب القوميات التبادل الأدبي بين الصين والخارج في إطار مبادرة الحزام والطريق هذا هو العنوان الذي تم اختياره لهذه الندوة التي استعرضت السياق الثقافية الذي شكلته مبادرة الحزام والطريق حيث اتفق المشاركون في الندوة على أن مفهوم الحزام والطريق هو مفهوم واسع يتجاوز العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى التبادل الثقافي أيضا أعتقد أن مفهوم الحزام والطريق الآن هو مفهوم منتشر جدا وصل إلى عدة دول وقامت على أساسه تبادلات ثقافية وتبادلات أدبية كثيرة جدا وهو منتشر بشكل كبير في جميع الدول حول العالم الندوة التي أقيمت بالمركز الثقافي الصيني بالقاهرة لفتت الأنظار إلى أهمية أدب القوميات ودوره في التبادل الأدبي بين الصين والدول العالم كما استفادت في توضيح مفهوم التبادل الثقافي الذي يتحقق بين الدول الواقعة في نطاق مبادرة الحزام والطريق خلال مرور البضائع منها إلى الصين والعكس كانت مصر من البلاد التي لها دور كبير في الاشتراك في هذه المبادرة والآن يقام مشروعات كثيرة جدا على هامش هذه المبادرة في مصر وسوف تعود بالنفع اقتصاديا وتجاريا وأدبيا وثقافيا فالمبادرة ليست لها بعد تجاري واقتصادي فقط ولكن أيضا لها بعد ثقافي وأدبي ولها أثر أدبي وثقافي كثير سوف نرحظه في السنين القادمة فيما اتفق المشاركون في الندوة على التأثير الإيجابي لمبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شيجين بين على دول العالم وأهميتها بالنسبة لمصر من خلال إقامة مشروعات كبرى على هامش المبادرة اقتصادية وتجارية وثقافية وخاصة أن الصين ومصر تربطهما علاقات ثقافية قوية إذا كانت مبادرة الحزام والطريق تشكل بعدا تنمويا واجتماعيا للعديد من الدول فأنها في الوقت ذاته تشكل بعدا ثقافيا أيضا يتمثل في العلاقات الثقافية بين الصين والدول الواقعة في نطاق المبادرة مستكب عبدالله سجدين العربية القاهرة